الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علمي أرحم الرحمن نختم في هذا اللقاء الموضوعات المتعلقة بمقدمات في علوم القرآن وهذه هي المقدمة الأخيرة أهم الكتب المؤلفة في علوم القرآن حقيقة أيها الإخوة وأنا أجهز للحديث عن هذه الفقرة حاولت أن أجمع بعض الكتب حتى أتكلم عنها فإذا بي أجد كتبا كثيرة بين يدي لا أدري ماذا أبدأ به وما الذي يستحق أن أفصل القول فيه والوقت المحدد قليل فأردت في هذه المقدمة اليسيرة التي يستمعها طلاب العلم وطلاب كلية الشريعة أن أعرفهم ببعض الكتب التي يحتاجون إليها سواء كان ذلك في قراءتهم وتعلمهم أو عند كتابتهم للبحوث وحاجتهم للرجوع إلى المصادر طبعا الكتب في علوم القرآن كثيرة جدا يمكن أن تقسم على وجه الإجمال إلى قسمين كتب خاصة بعلوم القرآن على وجه الإجمال يعني أنها كتب في علوم القرآن جمعت موضوعات علوم القرآن وتكلمت عنها موضوعا موضوعا وهناك كتب أخرى كثيرة جدا تتكلم عن بعض أنواع علوم القرآن فهناك كتب في أسباب النزول وهناك كتب في النسخ وهناك كتب في المحكم المتشابه وهناك كتب في نزول القرآن على وجه الخصوص كتب كثيرة جدا لا يمكن أن نستطيع حصرها بسهولة تعد بالمئات يهمني في هذا اللقاء وفي هذه الدقائق أن أذكر طلبة العلم الحريصين على تحصيله ببعض الكتب وسأبدأ بطريقة مفيدة لهم في التعلم حيث سأبدأ بماذا ينبغي أن يبدأ به طالب العلم في تعلم هذا العلم مثلا لو أراد طالب العلم أن يصلك طريق العلم فيتعلم هذا العلم ونحن نعلم أن من أساسيات طلب العلم التدرج في التعلم يأخذ العلم رتبة رتبة ومرحلة مرحلة ويبدأ بصغار العلم قبل كباره وبمقدماته قبل المطولات فيه فسأذكر لكم باختصار كتب أرى أنها مهمة ولو بدأ طالب العلم بما أبدأ به لكان هذا مناسبا له في تعلم هذا العلم من الكتب واعذروني على السرعة لأن الوقت ضيق من الكتب كتاب أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله هذا الكتاب أيها الإخوة الكرام كتاب سهل جيد اجتمل على مهمات هذا العلم بأسلوب مختصر ومحرر ينصح كل من أراد أن يبتدئ تعلم هذا العلم بقراءة هذا الكتاب بل وبفهمه ولو قيل بحفظه لكان ذلك مناسبا أصول في التفسير للشيخ بن عثيمين طبعا اسمه أصول في التفسير لكن أكثر موضوعاته في علوم القرآن وبعض المسائل المتعلقة بالتفسير هناك أيضا كتاب يصرح للمبتدئين ولكن يعني فيه نوع من التوسع في المسائل البلاغية وقد ألفه السيوطي رحمه الله للمبتدئين حيث كتب السيوطي رحمه الله رسالة في أصول التفسير جر طبعا ذكر فيها ما يقارب خمسة وثلاثين نوعا من أنواع علوم القرآن الكريم بأسلوب مختصر سهل تصلح كمتن فذكر أن علم التفسير علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز وينحصر في مقدمة وخمسة وخمسين نوعا خمسة وخمسين نوعا طبعا هذا الكتاب أكثر هذه الأنواع في علوم القرآن وقد ذكرنا لكم في أهمية علوم القرآن أنها تصلح أن تكون مدخلا للتفسير فهذا الكتاب أيضا جيد وقد نظم مضمون هذا الكتاب الزمزمي في منظومة تسمى منظومة الزمزمي وهي في علوم القرآن أو في أصول التفسير لكن هذا على المذهب القائل بأن أصول التفسير وعلوم القرآن شيء واحد من الكتب الجيدة في علوم القرآن طبعا كتب كثيرة وأنا محتار ماذا أبدأ به وماذا أترك لكن من الكتب التي يمكن أن يبدأ بها طالب العلم قبل أن أبدأ في الموسعات كتاب جيد للدكتور غانم بن قدوري الحمد وهو محاضرات في علوم القرآن وسبق أن نبهت على هذا الكتاب وهذا الكتاب من الكتب الجيدة السهلة المحررة التي يستفيد منها طالب العلم حيث ذكر فيه أربعة فصول بعد التمهيد الفصل الأول في نزول القرآن الكريم والفصل الثاني في تدوين القرآن الكريم والفصل الثالث في قراءة القرآن الكريم والفصل الرابع في تفسير القرآن الكريم وهذا الكتاب مختصر وجيد ومحرر يمكن أن يكون مرحلة ثانية بعد أصول في التفسير يقرأها طالب العلم ويمكن أن تكون المرحلة الثانية هي كتاب مباحث في علوم القرآن لمناع القطان الذي هو مقرر علينا في هذا المقرر وتعلمون أن الأصل في أصول الأصول في التفسير للشيخ من عثيمين كان قد أعد لطلاب المعاهد العلمية ثم ألف كتاب مباحث في علوم القرآن لطلاب كلية الشريعة وكان هذا سابقا يراعى فيها التدرج لأن طالب العلم كان يبدأ بالمعاهد العلمية ثم ينتقل بعدها إلى الكليات الشرعية فيدرس في المعاهد أصول في التفسير ويدرس في الجامعات مباحث في علوم القرآن للشيخ منناع القطان من الكتب الجيدة وقد أشرت إليه أكثر من مرة المحرر في علوم القرآن لدكتور مساعد الطيار وهو كتاب محرر على اسمه جيد من الكتب أنتقل الآن إلى الكتب المطولة نوعا ما وسأأخذ بعضها من الكتب الجيدة التي ينصح بها وهو كتاب سهل أيضا يمكن أن يقرأ بسهولة وكان مقررا على الطلاب في كليات المعلمين في قسم الدراسات القرآنية كتاب دراسات في علوم القرآن للدكتور فهد الرومي وهو كتاب سهل ونافع ومفيد يستطيع طالب العلم الاستفادة منه بدون صعوبة ولا إشكال من الكتب الجيدة في علوم القرآن كتاب المقدمات الأساسية في علوم القرآن وقد ذكرت هذا الكتاب وبينت في موضوعات علوم القرآن بأنه اجتمل على ست مقدمات وهو من الكتب حقيقة الجيدة المحررة النافعة ويمتاز بحسن التنظيم وبضبط المسائل وبالحكم على الآثار والأحاديث الواردة في هذا الكتاب ننتقل الآن إلى بعض الكتب الموسعة والتي فيها نوع من الطول والتفصيل من الكتب الجيدة في هذا كتاب المدخل لدراسة القرآن الكريم المدخل لدراسة القرآن الكريم للعلامة الأستاذ الدكتور رحمه الله محمد بن محمد أبو شهبة وهو من المجيدين للتأليف ألف كتابه المدخل لدراسة القرآن الكريم وسبق أن نبهنا على أن هذا العنوان يفيدنا في أهمية علوم القرآن لأن علوم القرآن مهمة جدا تعتبر كمدخل لدراسة القرآن الكريم ومن هذا المنطلق ألف الشيخ رحمه الله هذا الكتاب وسماه بهذا الاسم المدخل لدراسة القرآن الكريم وهو كتاب في علوم القرآن الكريم من الكتب الجيدة التي ألفت في القرن الماضي وهو من الكتب التي تمتاز بحسن العرض وجودة العبارة وروعة الأسلوب حتى أن القارئ فيه يستمتع وهو يقرأ مع تفصيل وحرص على ذكر كل ما يتعلق بالموضوع الذي يتناوله كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد بن عبد العظيم الزرقاني وهو مطبوع في مجلدين وهو كتاب جيد موسع ينصح به طالب العلم المتمكن أو المتخصص ويفيده كثيرا وإن كان عليه ملاحظات درسها الشيخ الدكتور خالد السبت في كتاب له كتاب مناهل العرفان دراسة وتقويم وهو مطبوع في مجلدين من الكتب أيضا الجيدة من أول الكتب التي ألفت في علوم القرآن كتاب فنون الأفنان في علوم القرآن أو في عجائب علوم القرآن أو في عيون علوم القرآن للإمام بن الجوزي المتوفى سنة 597 وهو كتاب يعني اجتمل على بعض موضوعات علوم القرآن وفيه لطائف وفوائد من الكتب التي ألفها السيوطي كذلك في علوم القرآن كتاب التحبير في علم التفسير وهذا الكتاب يصلح أن يكون يعني السيوطي يمكن أن يقال بأنه ألف ثلاثة كتب متدرجة مرحلية في الكتاب الأول رسالة أصول التفسير الذي ذكرته لكم قبل قليل ثم كتاب التحبير في علم التفسير وألفه قبل الإتقان ثم ألف كتاب الإتقان الذي سيأتي التنبيه عليه من الكتب الجيدة كذلك في علوم القرآن وهذا قل من تنبه أو ينبه عليه كتاب حقيقة جيد وموسوع ومفيد جدا ينصح به ألفه جماعة من العلماء من علماء الأزهر وهو الموسوعة القرآنية المتخصصة هذا الكتاب الكبير حافل بالموضوعات اشترك في كتابته ما يقارب 12 من علماء أو 14 من علماء الأزهر ألفوا هذه الموسوعة الكبيرة الجيدة النافعة وهذه ميزة الأعمال الموسوعية يعني أن فيها شيء من الإتقان والشمول وتتنوع طرائق كتابة موضوعاتها لكنها حقيقة يعني أنصح طالب العلم بالإفادة منه والرجوع إليه وقد اشتمل على موضوعات كثيرة وحقيقة قل من رأيته ينبه على هذه الموسوعة يمكن أن نجمل لكم أهم الموضوعات التي فيه في هذه الموسوعة بدأوا بأسباب النزول ثم المبادئ العامة والقيم في القرآن الكريم ثم القرآن وما يكتب فيه ثم السور القرآنية ثم التفسير والمفسرون ثم القراء والقراءات ثم علم التجويد في القرآن ثم بلاغة القرآن ثم إعراب القرآن ثم الإعجاز البياني في القرآن الكريم ثم الإعجاز المعاصر ثم الإعجاز العلمي للقرآن الكريم ثم مفردات قرآنية ثم الإنسان في القرآن الكريم ثم السنن الإلهية في القرآن الكريم ثم ترجمت معاني القرآن الكريم وهذه الموسوعة جيدة وجديرة بالعناية من أهل العلم والمتخصصين في علوم القرآن أختم بالتنبيه على الكتابين المعروفين المشهورين في علوم القرآن وهما الكتابان الذين لا يستغني عنهما أن يباحث في علوم القرآن وهما كتابة البرهان في علوم القرآن للزركشي وهو يقع في أربع مجلدات ومن أفضل طبعاته الطبعة التي حققها محمد أبو الفضل إبراهيم أو الطبعة التي حققها يوسف المرعشلي في أربع مجلدات أيضا هو موسوعة مهمة جدا في علوم القرآن مليء بالفوائد والدرر والنفائس والتنبيهات وهو جدير بالعناية ومهما قلنا في كتب علوم القرآن لكن يبقى أن البرهان له أهمية وتميز في هذا الباب وكذلك الكتاب الموسوع الآخر الإتقام في علوم القرآن للإمام السيوطي وقد قام مجمع الملك فهد جزى الله خيرا القائمين عليه بطباعة هذا الكتاب طبعة تليق به في سبعة مجلدات وهو من أهم الكتب التي لا يستغني عنها الباحث هناك كتاب درس هذين الكتابين وهو كتاب جيد وهو علوم القرآن بين البرهان والإتقان لحازم سعيد حيدر وهو كتاب جيد فيه لطائف وفيه تنبيهات وذكر لهذا العلم علوم القرآن ونشأته وتاريخه ينصح بهذا الكتاب يعني هذه نظرة سريعة وتعريف عاجل جدا بكتب أو بأشهر الكتب المؤلفة في علوم القرآن ويبقى أن هناك كتب أخرى لا يستطيع الذي يتكلم في مثل هذا الوقت أن يأتي عليها أرجو أن يكون فيما ذكرت الفائدة لكل من يستمع إلى هذا اللقاء المسجل أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح أختم برسالة الكتب كثيرة جدا وأنا أنظر فيها يعني أنبهر من جهود العلماء رحمهم الله في هذا العلم فأسأل نفسي أخيرا نفسي وكل من يسمعني ماذا قدمنا نحن هذه جهود العلماء وما قدمه فماذا قدمنا نحن ينبغي لنا أن نسأل أنفسنا بين الفينة والأخرى ماذا قدمنا نحن جدير بالعاقل الحريص صاحب الهمة العالية أن يكون له دور لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر وأن يكون له أثر بعده من العلم النافع الذي تنتفع به الأمة أسأل الله أن يوفقنا لكل خير والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين